موسيقى الرئيس العالمي يحطه المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط مكثفة لوقف انتهاكات الميليشية الحوثية وزير النقل يؤكد سير الرحلات بشكل طبيعي بمطار عدن الوزير الارياني يصل المكلة في مستهل زيارته لمحافظة حضرموت محافظ حضرموت يضع حجر الاساس لعدد من مشاريع الطرق بمديرية الشحر موسيقى حياكم الله ومشاهدين الكرام إلى نشرة أخبار من تلفزيون حضرموت والبداية معايا ونبدأ نشرتنا مع خبر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي الذي استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاغن لإطلاع على نتائج اتصالاته المحلية والإقليمية بشأن الحالة اليمنية في ظل استمرار تعنت الميليشيات الحوثية رئيس مجلس القيادة الرئاسي جدد التزام المجلس والحكومة بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وخصوصا المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وأشاد فخامة الرئيس بجهود السفير والمبعوث الأمريكيين إلى جانب المساعي الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة من أجل تجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية مشددا على أن دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني كما وضع الرئيس العالمي السفير الأمريكي أمام تطورات الأوضاع المحلية والتصعيد العسكري للميليشيات حاثن المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغوط من أجل ضرور ضوخ الميليشيات لمطالب دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من جانبه أشهد السفير الأمريكي بالوضع الأمني في العاصمة الموقتة عدن التي زارها مؤخرا كما أشهد بالاستجابة الرئاسية لاحتواء تدعيات الاعتداء الهرهابي الذي أودى بحياة منسق برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز مؤيد حميدي إلى العاصمة العراقية بغداد حيث بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني ملف اليمنيين المعتقلين في السجون العراقية الذين بلغ عددهم 11 شخصا بينهم امرأة كما بحث إمكانية نقلهم لاستكمال محكوميتهم في السجون اليمنية لدوافعا إنسانية وأكد بن مبارك ترحيب الجمهورية اليمنية باعتماد أي آلية تسمح بتسهيل عملية نقل المساجين اليمنيين معربا عن رغبة اليمن في الاستفادة من الخبرات العراقية في مجال القضاء وتدريب الكوادر اليمنية العاملة في هذا المجال من جانبه أكد وزير العدل العراقي رغبة بلاده في تعزيز التعاون القضائي وتسريع عملية توقيع بروتوكول قضائي يسمح بإنهاء مسألة النزلاء اليمنيين في السجون العراقية نبقى في بلاد الرافدين حيث ألقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك محاضرة في معهد الخدمة الخارجية المعهد الدبلوماسي في مبنى وزارة الخارجية العراقية أمام الدبلوماسيين العراقيين على هامشي زيارته للعاصمة العراقية بغداد وزير الخارجية أشار إلى أن العراق واليمان يربطهما تاريخ عريق تعود بدايته إلى حضارات وادي الرافدين والممالك اليمنية القديمة وتطرق بن مبارك خلال المحاضرة إلى جذور الصراع مع ماليشيا الحوثي وانقلاب هذه الماليشيا على مخرجات الحوار الوطني ومؤسسات الدولة وهو ما أدى إلى حدوث ماس إنسانية واقتصادية في اليمن مؤكدا أن الفرص متاحة لإنهاء الصراع الدائر في البلاد مشيرا إلى أهمية تظافر الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية ونبقى في بلاد الرافدين حيث ألقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك محاضرة في معهد الخدمة الخارجية المعهد الدبلوماسي في مبنى وزارة الخارجية العراقية أمام الدبلوماسيين العراقيين على هامش زيارته للعاصمة العراقية بغداد وزير الخارجية أشار إلى أن العراق واليمن يربطهما تاريخ عريق تعود بدايته إلى حضارات وادي الرافدين والممالك اليمنية القديمة وتطرق بن مبارك خلال المحاضرة إلى جذور الصراع مع ماليشيا الحوثي وانقلاب هذه الماليشيا على مخرجات الحوار الوطني ومؤسسة الدولة وهو ما أدى إلى حدوث مآس إنسانية واقتصادية في اليمن مؤكدا أن الفرص متاحة لإنهاء الصراع الدائر في البلاد مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية من بغداد إلى العاصمة الموقتة عدن حيث أكد وزير النقل دكتور عبد السلام حميد أن حركة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي مستمرة وتعمل بصورة طبيعية وذلك بعد سقوط أجزاء من زجاج واجهات صالة المطار نتيجة للعاصفة الرعدية والرياح الشديدة التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة عدن فجر اليوم جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل في المطار وإطلاعه على حجم الأضرار التي لحقت بالمطار جراء العاصفة الرعدية والرياح والأمطار استعرض القائم بأعمال المدير العام للمطار عبد الرقيب العمري حجم الأضرار والخسائر التي طالت سقوف الصالات وزجاج واجهات المطار وإحدى عربات الأطفى كما أدت إلى تهدم جزء من سور المطار وتضرر طائرتين تابعتين للقطوط الجوية اليمنية هذا وكلف وزير النقل بعدد تقرير مفصل عن حجم الأضرار مؤجها في الوقت ذاته بصرف عهدة مالية لإصلاح الأضرار وتصفية المخلفات وإعادة جاهزية المطار بشكل كامل وبصورة عاجلة تربويا اطلع وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري بالعاصمة المؤقتة عدا على المشاريع التي تم إنجازها خلال المرحلة الماضية والمشاريع التي على قيد التنفيذ والمشاريع المتعثرة في القطاع التربوي والتعليمي الوزير العكبري أكد خلال اجتماعه بقيادة قطاع المشاريع والتجهيزات المدرسية بدل المزيد من الجهد والعمل لتعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المانحة وتحديد أولويات المشاريع التي يحتاجها الميدان التعليمي وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة إنجاز المشاريع وفقا لخطة استلامها والعمل على معالجة الصعوبات التي تعترض سير عدد من المشاريع والاستفادة منها للإسهام في استقرار الأوضاع التربوية والتعليمية من جانبه استعرض وكيل قطاع المشاريع والتجهيزات المدرسية المهندس سالم يعمر تقارير عن المشاريع التي أنجزت كما استعرض الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وصل وزير الأعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني ظهر اليوم إلى المكلة بمستهل زيارة لمحافظة حضر موت محافظ حضر موت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي ومعه المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضر موت ماهر بن صالح كان في استقبال وزير الإعلام لمطار الريان الدولي ويطلع وزير الإعلام والثقافة والسياحة خلال الزيارة على نشاط مكاتب وزاراته والهيئات والمؤسسات التابعة لها ويتفقد عددا من المواقع والمنشآت الإعلامية والثقافية والسياحية كما سيحضر عددا من الفعاليات والأنشطة الإبداعية والإعلامية نواصل أخبارنا مع محافظ حضر موت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي الذي وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في قطاع الطرق بمديرية الشحر المحافظ بن ماضي وضع حجر الأساس لمشروع عادة تأهيل ورص في شوارع مدينة الشحر بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونوبس بكلفة بلغت مليون و450 ألف دولار بطول ثلاثة كيلومترات وتسعمائة متر كما وضع محافظ حضر موت حجر الأساس لمشروع إنشاء كورنيش الشحر المرحلة الأولى بتمويل من البنك الدولي مكتب الأمم المتحدة للمشاريع بكلفة بلغت 550 ألف دولار والمجتمل على إنشاء مساحات خضراء وملعب للأطفال وظلات على الرمل وكفترياء إلى ذلك تفقد المحافظ بن ماضي سير العمل في إنجاز مشروع رصف شوارع حي السلام بمدينة الشحر وسير العمل في إنجاز سفلتة مشروع الخط البحري باتجاهين بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة بطول كيلومترين وأربعمائة متر من الشحر شرق محافظة حضر موت إلى العاصمة المكلة غربا حيث تفقد المحافظ مبخوط بن ماضي سير العمل بمشروع إعادة تأهيل الببن القديم لديوان المحافظة محافظ حضر موت اطلع على أعمال إعادة التأهيل التي تنفذها مؤسسة دوعة للعمارة عبر معلمي بناء ذوي كفاءة على ذات النمط المعماري للمبنى التاريخي بإشراف مهندسية المؤسسة واستمع المحافظ بن ماضي من استشار المؤسسة الدكتور عبدالله باغميان والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس علي باسعد إلى مستوى الإنجاز الذي تجاوز الثمانين بالمئة بمواد بناء ذات جودة عالية مع الالتزام بالنمط المعماري السابق للمبنى في المكلة أيضا دشن الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي المخيم الطبية الخيري لجراحة الحروق والتجميل والتشوهات الخلقية بمستشفى البرج التخصصي بالمكلة المخيم يجري يوميا قرابة 15 عملية جراحية ضمن المشاريع الطبية التي ينفذها مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية في حضر موت ويقدم المخيم في برنامج عمله الفحوصات والمعاينة كما يقوم بإجراء العمليات في تخصصات جراحة استئصال الأورام الجلدية وترميم ما بعد الأورام وجراحة اليد والثدي وترميم إصابات الحرب والحوادث بإشراف كادر متخصص من المملكة العربية السعودية إلى شرق الوطن محافظة المهرة التي استقبل محافظها محمد علي ياسر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طيار فائز منصور التميمي بحضور قائد محور الغيضاء قائد لواء الشرطة العسكرية اللواء محسن علي مرصع والأمين العام لمحل المهرة سالم عبدالله نيمر وبارك محافظة المهرة اللواء التميمي تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي 2023 مشيدا باهتمام قائد المنطقة الثانية بمتابعة أداء الوحدات العسكرية من خلال زياراته التفاقدية كما أكد اللواء التميمي من جانبه أن قيادة المنطقة تركز جل اهتمامها على العمل وفق منظومة واحدة مع الجيش والأمن والسلطة المحلية ذلك لتجسيد حالة مثالية للأمن والاستقرار مشاهدين ختم النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء الرئيس العالمي حثو المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط مكثفة لوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية وزير النقل يؤكد سير الرحلات بشكل طبيعي بمطار عدن الوزير الأرياني يصل المكلف مستهل زيارته لمحافظة حضرموت محافظ حضرموت يضع حجر الأساس لعدد من مشاريع الطرق بمديرية الشحر ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية مشاهدين الكرام يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التلفزيون حضرموت تقبلوا تحياتي آية محمد وتحيات زميلي في النشرة صالح باللسود وتحيات مترجمة لغة الإشارة تهاني بمثقال وطاقة من نشرة الأخبار دمتم بود إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر